نقابة الصحفيين منذ اللحظة الأولى منذ 7 أكتوبر طلعت بيان قوي وواضح ومسانب للمقاومة والقضية الفلسطينية وكان فيه بعد نظر بدري وأنا مش هنسى اللحظات اللي كنا فيها في اجتماع مجلس وحصلت المجزرة البشعة على المستشفى المعمداني وكلنا في اجتماع مجلس النقابة كان فيه قرارات حاسمة في بيان طلع خلال دقايق بيودين المجزرة اللي ارتكابها العدو الصهيوني وكان جزء من هذا الاتفاق أن احنا بندعي له وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وبندعو زملائنا في باقي النقابات المهنية أنهم ينضموا لنا والحقيقة كان فيه استجابة كبيرة أوي من النقابات المختلفة والوقفة دي كان نشارك فيها السيد نقيب الأطباء السيد نقيب البيطريين ممثلين عن نقابات نقابة المهندسين ممثلين عن نقابة المحامين من هنا تم الاتفاق في اليوم ده على عقد اجتماع تشوري في نقابة الصحفيين بعدها بأيام لبحث التعاون المشترك ما بين كل النقابات كان فيه مجهودات فردية معمولة في كل نقابة الاجتماع ده كان مهم جدا لتنسيق هذه الجهود وخرجت عنه توصيات منها تشكيل اللجان آآ للتنسيق تشكيل لجنة إغاثة آآ الترتيب الجهود وتنسيقها آآ ما بيننا في الملفات المختلفة فيما يتعلق به التبرع بالدم أو آآ أو التبرعات أو الحسابات البنكية أو تشكيل لجنة قانونية أو حتى في نقابة المهندسين مرحلة أعمار غزة فيما بعد والمساهمة فيها لأن احنا شفنا المنظر البشع والتدمير وجرائم الحرب اللي بترتكب وتسويت المباني غزة الأفضل مقتزة بالسكان بالأرض عيانا بيانا على مرأة ومسمع كل العالم اللي للأسف برضو كان فيه جزء مهم من التوصيات وهو آآ التنسيق ما بين نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين لأن كل نقابة فيهم قامت بتشكيل لجنة لرصد الانتهاكات والتجاوزات المهنية في وسائل الإعلام الأجنبية وعقدة نقابة الصحفيين مؤتمر صحفي لفضح وتوضيح هذه الانتهاكات وهي الصراحة أقدر أقول إنه آآ هي جرائم لا تقل عن جرائم الأدوان لأن التضليل والتدليس آآ آآ بمهنة آآ تؤثر في الرأي العام هي أسلحة فتاكة لا تقل عن الأسلحة المجرمة والمحرمة اللي بتستخدمها آآ قوات العدو الصهيوني عشان تقتل آآ آآ أهلينا في آآ غزة الإشاعات المضللة دي بتكون غطاء زي الغطاء الجوي اللي بيستخدمه العدو هي كمان الشائعات دي بتكون غطاء للعدو إنه علشان تكمل المزير من التدمير والجرائم آآ على الأرض آآ الحقيقة كمان اللي أنا عايز أقوله إنه آآ للأسف للأسف إن بعض الخناجر المسمومة في ظهر المقاومة جاية من كمان بعض الإعلاميين العرب اللي آآ في وقت زي ده بيقولوا للمقاومة وهي في الميدان تعملوا إيه وما تعملوش إيه وكان المفروض تستأذينه قبل ما تعملوه ده كلام هراء ما نفعش واحد في بلد محتل وبيدوق ويلات هذا الاحتلال لسنوات طويلة وبيتدس عليه وبيهان وبيحاصر وبيمنع عنه الماء والغزاء والكهرباء وإنت تجي تنظر من التكييف طبعاً وتقوله تعمل إيه وما تعملوش لا إنت توقف وتسمع وبس طبعاً وتبقى مبسوط وتدعم وتساند اللي بيعملوه ترجمة نانسي قنقر